للأسف الشديد زي ما حضراتكم بتشوفوا هدف يتم إلغاءه بداعي أنه مش عارف الكرة جاية منه ويطلع فين بعدها على طول تاني يوم يحصل في الدورة الإنجليزي نفس اللعبة تقريبا يطلع برضو بعض الخبرة ما بين قوسين يقول لك أصلوا الفرق ما بين الدورة الإنجليزي والمشعارفة احنا نكلمكم عن الفرق ما بين الدورة الإنجليزي وقاية حاجة تانية منشوك كمان شوية بقتي لكن رغم كل حضراتكم شايفينه ده جمهور الأهلي بس هو اللي واقف في ظهره جمهور الأهلي بس هو اللي واقف في ظهر النادي الأهلي وهو اللي بيخلينا نصل إن احنا اللعبة نفسها تموت نفسها في الملعب لغاية آخر ثانية علي معلول واحدة من أسوأ المباراة لعلي معلول هو عارف كده وأنا عارف كده والأهلوية كلهم عارفين الكلام ده ولكن آخر خمس دقائق أفضل خمس دقائق في تاريخ علي معلول مع النادي الأهلي هي دي كرة هو ليه الناس بتحب معلول هي ليه الناس بتحب الاهلي ليه الناس بتحب النادي الاهلي وليه الناس بتحب معلول الناس بتحب الاهلي عشان الاهلي معيشنا بره بره ايه حاجة منطقي يعني دايما الناس يقول لك يا الله بقى جماعة خلاص الاهلي مبارح يقول لك الاهلي اتغلب ده ديها تلاتة تسعين ولا الابعة تسعين الاهلي اتغلب ولا بتاع فخلاص بقى يا دوبك الناس تمشي وبس وتعمل كده ترجع تلاقي علي معلول ميديك واحدة هدف تخلي اللي بعض ما لايه يشجع النادي الاهلي قاعدين عاملين كده بص بيستخبوا بيشوفوا احنا فين ويستخبوا يوم جاي داخل التاني هو ده الاهلي هي دي كرة القدم هي دي حلوة كرة القدم على فكرة المنافسة مطلوبة واللي ان انا اقول كلمتين وده يقول كلمتين وده مطلوب كل ده مطلوب الاحترام والأدب والأخلاق اللي احنا بنتعلمها داخل النادي الاهلي ولكن هدف صحيح ما في المية افلام معمولة من مبارح للنهار ده على الجن ده ليه علوة بتعمل كده يا علوة ليه حبيبي ليه علوة بس بتخلي الناس يعني يا الله وهو هدف باين لأي حد يعني قاعد بيتفرج صح قاعد بيتفرج هيعرف ان الهدف ده كرة معدية ولا مش معدية يا متعلمين معدية ولا مش معدية معدية تبقى مش افسايد لللي بيفهم في كرة القدم وللي ما بيفهمش في كرة القدم هذا الهدف صحيح مية في المية وان شاء الله الهدف ده الهدف اللي حضراتكم شايفينه ده هو اللي ان شاء الله حيكسبنا بطولة افريقيا وان شاء الله حيكسبنا الدوري العام ان شاء الله ان شاء الله بس قالك مش محتاجة والله كل الهات يا سحبيب معلش نبي لأ طالبات دي عالش ثانية بس يعني والله ما محتاجة الكل ده مش محتاجينه كل اللي حضراتكم شايفينه ده انا مش انا أي حد أهلاوي وغير أهلاوي شاف الكرة دي شاف عارف أي حد منصف شايف إن الكرة دي هدف صحيح 100% لكن هو لازم بقى تلعب خلاص يا سامين لازم تلعب على دغدغة مشاعر لعبة جمهور الفرق الأخرى والأهلاوية دول بيكسبوا عارفين بقى اللي هي الموضوع اللي هو دايما بيتقال زي مثلا يقول لك إيه النادي الإسماعيلي مثلا عنده مشكلة من المشاكل يقول لك أصدقالي ما بيجيش يلعب في إسماعيلية يا جماعة ما احنا قلنا مئة مرة أن النادي ما احترام يحبي طبعا والتقديري ولكن هو دا اللي بيتقال والله أي حد يطلع يقول لك أصدقالي ما بيجيش يلعب في إسماعيلية طب هو دا أنا عايزة أروح ألعب بكرة في إسماعيلية على فكرة يعني يا ملعبنا ويما اتبسطنا هناك في إسماعيلية وما فيش مشكلة خالص لكن اللي أنا دايما بقوله الحرب وسط هذه الحرب اللي بتحصل أو اللي احنا شايفين أنا شايف حرب وشان ما حدش يقول كذا أنا شايف حرب وسط هذه الحرب النادي الأهل في نهاية القارة الأفريقية في نهاية دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله وربنا كرمنا في الثلاث مباريات دول نكسب الدوري أو يعني نبقى على أول الدوري والقادم يكون أفضل دائما